عرضت مصر رؤيتها لصبر حل الأزمة السودانية وذلك خلال مؤتمر باريس لدعم السودان ودول الجوار ودعت مصر لإقامة مستودعات إغاثية قريبة من الحدود مع السودان للتدخل في حالة حدوث أزمات وبإرسال فرق طبية للعمل بالمستشفيات السودانية وإمدادها بالأجهزة الطبية والأدوية وفرق طبية أخرى متنقلة في أنحاء السودان وأوضحت وزارة الخارجية أن أهم الأهداف والمحددات المصرية لجهود حل الأزمة تشتمل على التنسيق والتكامل بين مبادرات ومطارات الوساطة المختلفة وبتكثيف العمل على تحقيق وقف إطلاق النار مع بحث الصيغة المطلوبة والمصار الأمثل الذي يضمن سيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان ويحافظ على مؤسسات الدولة الشرعية من الانهيار ترجمة نانسي قنقر